السلام عليكم يا رجالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نرش مع بعض كراهوا. المرمى ديا. احنا بنرش بالمسدس اللي هو الغالي. ومعنا مسدس رخيص كده. هنجرب مع بعضينا الشغل. وان شاء الله هنعرف هتلاقوا هنعرف ايه الفرق ما بين الغالي والرخيص. هنقعد نشرحه بالتفصيل في الفيديو واطلع عندكم بالتعليق المثبت. ولكن احنا رشينا بالمسدس الغالي ده هو المرمات كتير. نجرب مع بعض نرش ورنيش بالمسدس دوا. نشوف هل هيجيب معانا الجنب من اول واخره. اه ولا هناخد كل قطعة واحدها ونعمل بتاعتنا. احنا هو نارجالة. هنشوف دلوقتي ان شاء الله اللي هيتم كده مع بعضينا. الرحيم المسدس دوت. اه اتش في اللي بي. اللي هو العلمين دوا. اتش في اللي بي. واحد بوينت اربعة. اه دوا نارجالة اوين بوينت اربعة. ودهن بوينت اربعة. اربعة. اربعة راية بتاعها تورجالة. ان شاء الله. انشاء الله. انشوف نرش بي برضك. او انش يارجالة. صباح الفول. هنبدأ دلوقتي باسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ان الراية بتاعتبا تكون مجربها على ورقة الوحده. حط هلون وتجرب الريا بتاعتبا ازاي تفحص الراية ده فيديو واتلاع عندوكم في التعليل المسافرة تورجالة اول وقت. بسم الله. احنا نضغط كده اولا عاجب ناخد اولا القطعتين مع بعض اولا دي والله ممكن نجد معانا الجنب من اول الاخرار الجنب طرحين احنا طبعا اجزا نرش الجنب كله حتة واحد ازاي رجالة نبص دواتي على البنطة بتاعة عامل ازاي اول وش بالنسبة اول وش شغال شغالة رجالة طبعا هوا يعني الاثنين ما يقرنوش ببعض الحاجات كتير بقى هنعرفها ان شاء الله تحت عندكم في الفيديو بتاع الفرق ما بين المسدس الغالي والرخيص في التعليق المثبتة رجالة ده مشروح لو اعرف في فيديو الوحده ولكن احنا بنجرب مع بعضنا يعني زي ما احنا شايفين كده هوا ياخد الفلاشتاين بتاعه وننزل بتاني وش رجالة هناخد دلوقتي الاية من اللي هو دوت نزلنا طبعا باول وش رجالة وخد الفلاشتاين بتاعه اللي هو زمن تطاير التنر عملنا الكنيكشن ايريا بتاعتنا في اول الرافرف هناك ونفس الكلام هنا هوا هنعمل بقى الكنيكشن ايريا بتاعتنا او منطقة او اللحام بتاع الورنش بتاعنا يا رجالة هنعمله دلوقتي بعيد عن الفاصل طبعا بحادفة مسدس هوا زي ما احنا عارفين واحنا بنلف كنا هوا بنرفع ايدنا مع استمرار ضغط الهوا الكلام ده احنا شرحين على فكرة في فيديو منفاصل ازاي نعمل منطقة اللحام بتاعنا هتلاح اندخل في الوصف ولكن بتكون الطريقة يا رجالة واحنا بنمشك الهوا بنجي كنا او رفعيك انا او الهوا شهران او الراجعين تاني واكاز هنشوف مع بعدينا دلوقتي ازاي نعمل لحام بتاعنا يكون بعيد عن الفاصل ده بسم الله نجيب طبعا من تحت الفوق انشاء الله رجالة يعني الاسقالة اللي في دماغكم هتلوها Σيبي 한다 اللي في التعريق المثبتة لرجالة اشتركوا في القناة 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 دور 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 سوا يا رجالة أي تعليقات أي أسئلة في تملكم سبوة أنشاء الله دور نساء الله تعالى والأمر الله سنتوصل معكم أعنا رجال اشتركوا في القناة شايفين الجمالة رجالة حاجة الله اكبر يعني بصراحة وضع كمان معانا هنا يعني حاجة قوي ادي الورنيش بتاعنا اخر حرف الورنيش نوع في الجزء ده يبقى الكونيكشن اريا او اللحم بتاعنا في الحتة دينا رجالة نشوف نعمله ازاي ماشي 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 نشوف نرفع عالي عالي ايضا احنا كله او ماشي 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 شاهدين الجمالة رجالة هاو هادي اللحان بتاعنا ايه اللحان بعيد عن الفاصل اللحان هنا مش عند الفاصل هنا مش صح عشان دي خارج ونجي لما ننزل نديه شايفينه رجالة اللحمة هوا بص اللحم نفس البنطة بص البنطة اللي هنا هي هي البنطة اللي هنا هي هي البنطة اللي هنا المكان ده مش سايح بتسلم اليكم يا رجالة حاجة اللهم ما صلى على النبي نيجي بردك نبص هنا الكلام عند هادي اللحم بتاعنا بص يا رجالة أكني مفيش لحمة عمل أصلا البنطة واحدة الالتزام يا رجالة بالقواعد اللي تشرحت ديان ان شاء الله توصلوا النتيجة زي الفل زي ما احنا شايفين كده رجالة تسلم اليكم يا رجالة البنطة حاجة سايحة وجميلة ولا في الحام ولا في تخزين هنا هو ورنيش ولا اي حاجة زي ما احنا شايفين كده رجالة تسلم اليكم يا رجالة ان شاء الله في التعليق المسبت بقى هتعرفوا ايه بقى الفرق ما بين المسدس الصيني والألماني والأمريكي والإيطالي وان شاء الله في التعليق المسبت بقى الفاديو مفيد جدا يعني يا رجالة زي ما احنا شايفين البنطة متوحدة حاجة تسلم اليكم معنا رجالة يا ربي يكون فيدي يا رجالة مفيد وسهل عليكم كاوي يكون حصل افادة ما تنسونا ان شاء الله خليكم يا رجالة في الدعاء تدعو كرة ليكم ولينا واموتكم واموتنا وجميع اموت المسلمين ربنا كرة يزيدنا من فضل يا رجالة شايفين يا رجالة الجمال تسلم اليكم يا رجالة طبعا فيه فرق ما بين المسدس الصيني واللي مش صيني الحاجات دي لازم تفديو تفرق عليها لتلاقوا في الاصفة يا رجالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة